السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رح ندير فيديو جديد ووصفة جديدة ضمن الوصفات المنزلية المجربة ان شاء الله تنال اعجبكم رح نديروا كسرة خمير ولا مطلوع ولا اروع بطريقة سهلة ومبسطة وان شاء الله اذا تبعتوا الفيديو وطبقتوا الناس سائحة رح نقولهم رح تنجحوا فيه مئة بالمئة نشكر كل المشتركية في القناة نشكركم كذلك على تعليقاتكم المشجعة ونقولكم احبكم في الله واذا اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك فضلا وليس امرا وما تنسونش باكبر عدد من اللايكات شاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء لتعم الفائدة على الجميع رح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحذير رح نجيب وجفنا ورح نفرغ فيها الكأس الاول من السميد رقيق انا استخدمت المركة تاع الباراكا وانتو ما استخدموا متوفر في المنزل استخدمت الزوج كؤوس ونصف ورح نزيد ندير كذلك نفس الكمياء من الفارينة واستخدمت سيم متعددة لاستعمالات معنا تهد المطلوع رح يجي خاليط بين الفارينة والسميد كذلك رح ندير الزوج كؤوس وانس فهنا مع مرتش الكاس لانه يعني سحت لي شوية فارينة فمع مرتش الكاس داعي مليح رح نزيد ندير ملعقة صغيرة من الملح يعني حاولوا الملح تديروه مع النواشف مديروش مع الخميرة هكذا باش تخمر لكم العجينة فرغت كاس من الماء الدافئ وكاس من الحليب الدافئ ملعقة صغيرة من السكر ملعقة كبيرة من خميرة الخباس درت حباب بيت وفرغت ثلاث ملعقة كبيرة من الزيت ورح نخلط في كل المكونات السائلة ورح ندير الرشة خفيفة من السانوج تحبو تنكو الخبز داعكم باي نوكها تحبوها كما تقدروا يعني سكر في جو شوية من بوشور البرتقال هنا رح نبدأ نخلط يعني نرح تخلطوا حتى تتحصلوا على عجينة تكون طارية نوعا ما وتقدرو في هاد المرحلة يدلقتوا العجينتاك من شوية طرية تضيف لها حوالي ملعقة الى ملعقتين ميناء الفارينة ولا طاحين الابيض يعني هاد الملاحظة نقلوها في كل مرة لانه يعني مرت الفارينة الفارينة يعني تتشرب السوائل وكين الفارينة اللي ما تتشربش السوائل وبالتالي يعني تقدرو تضيفو اي كميات تعال الفارينة تحبوها في الاخر المهم العاجينة فقط تاكم لازم تكون طارية وتلتسق في الايادي رح نطم العاجينتاك ملح ملح وبعدها رح نغطيه بكيس بلاستيكي نخليه ارتهزوش ثلاث دقائق فقط وبعد نشوفو المرحلة الموالية هايليك انا خليته حوالي زوج دقائق فقط جيبوا القليل من الماء الدافئ ورح تبدو ترشو فيه شيئا فشيئا يعني هنا هاد المطلوع ما رحش تدلكوه يعني مدة طاويلة يعني يزوج ثلاث دقائق فقط رح ترشوه رشاء ولا زوج رشاء تتعال الماء وتدلكوه قليلا فقط ورح تكون العاجينة الجهزة يعني هاد المطلوع من بدايته حتى نهايته ما رحش يدلكم عشر دقائق هايليك انا كما رحكم تشوفو يعني نرش القليل من الماء وبعد نحاول ندخل هذيك الكمية تعال الماء في العجين وعدتكم باش ندلكم انواع كثيرة من المطلوع من خبز الدار وخبز الكوشة ورح نديرهمكم ان شاء الله كلهم متتابعين يعني فيديو وراء الفيديو حتى نكملوا ان شاء الله كل الوصفات فقط يعني لما تدخلوا للفيديو وينال احجاب بتاعكم ما تنسا واش تضغطوه على زر اللايك يعني نشوف بزاف المشاهدة على الفيديوهات لكن اللايكات قليلة مع انتا كايريد يدخلوا للفيديو يشوفوه لكن يعجبهم وما يضغطوش على زر اللايك يعني هذا كزير مهم كثيرا بالنسبة لي رح يشجعني على اضافة المزيد وكذلك اليوتيوب يعني رح يفتح لهذا الفيديو ورح يخلي عدد اكبر من المشاهدين يشوفوه هنا كنت اغطيت العجينة بكثير بلاستيكي ورح نخليها ترتاح قليلا فقط الوقت اللي رح نجيب هاد الاوراق تها الزبدة جبت صينيات تاع البيتزاق اللي بتهم علاق فهمتم استخدموا اي حاجة تكون متوفرة في المطبخ داعكم لكن ورق الزبدة وفي هاد الخبز بالذات ضروري جدا كنت ادهنتهم بالقليل من الزيت وراني نخبز فيهم عادي هنا كينزوج ملاحظات سر الاحمر ارتاح هاد الخبز اللي شفته في البداية رح يجيكم من هاد الزيت يعني اللي راني ندهنو به هاد المطلوع يعني ما تكتروش بزاف دهنوه شوية فقط يعني هادا مشي مسمن وكذلك يعني ملاحظة تانية هاد المطلوع ما لازمش يعني تخبزوه وترقوه بزاف يعني يخلوه متوسط مترقوش بزاف متخلوه شخشي انا رح نخلي يتخمر وبعدها رح نطيبوه مباشرة في هاد طاجين تاع الحديد يعني اللي عندها طاجين نتاع الفخار راح تسخنو على اعلى درجة ورح تطيب المطلوع التاحا عادي اما هاد طاجين تاع الحديد من الضروري تسخنوها على نار تكون متوسطة الى هادئة يعني ما تقووش النار اذا كنتوا تطيبوه في هاد طاجين تاع الحديد رح تخلوه حتى يحمار من الجهة السفلية وبعدها رح نقلبوه على الجهة الاخرى ومن المحاسين تحت هاد الورقة الزبدة يعني شوفوا لما تكونوا تدوروا في المطلوع التاحكم رح يدور لكم وبكل سهولة بلا ما تقسوا كامل الخبزة ولما تكون النار هادئة وانتو ماركم تدور المطلوع التاحكم بهذا الطريقة رح يطلب لكم كامل لون موحد ورح يجيكم محمر ومن كل الجهات يعني تقريبا هاد هي المرحلة اللي شوية صعيبة في هاد الخبز داروري تكونوا حديرين لما تكونوا تطيبوه فيه هنا وش ندير جبت ورقة تعزبدة دهنتها كذلك بالزيت باش ملسقلش هاد المطلوع رح تجيب بلونتة خاضاي ولا اي حاجة تكون عندكم فو المطبخ ورح تقلبوه بهذا الطريقة يعني هاد المطلوع ما لازمش تمسوه بزاف هكذا بش يقعد لكم مدور ومن كل الجهات احنا كنت قلبتو على الجهة الاخرى وشوفوا اللون الجامل اللي اعطاه لي لانه النار تعيره هي هادئة وكنت ندور فيه من حين الى اخر رح نبقى ندورو فيه في كل الاتجاهات ونكمله حتى يحمرنا من الجهة الاخرى احنا شوفوا اللون كذلك اللي تحصلت عليه ومباشرة رح نرفضه بورق الزبدة وبكل سهولة ورح نطيب الخبزة الاخرى وبنفس الطريقة يعني لما تحمر لي من الجهة السفلية رح نزيد نقلبها على الجهة الاخرى يعني ضروري الورق الزبدة يكون عندكم باش تقدروا تنجحوا في هاد الخبز ورح نجيب البلوندو تخافاي ونقلبوه على الجهة الاخرى يعني هاد المطلوع لما تكونوا طيبو فيه فوق الكويزينيا ولو فوق الفرن رح تجيكم المرحلة تعلم ما تحوشوا على الاطاف الشوية صعبة رح نوريكم الطريقة دوركة يعني عكس لو تطيبوه في الطابونة رح تجيكم العملية سهلة رح تدنوا هادك الطاجين تاعكم قليلا فقط وتزيدوا للنار بعد ما كانت هدية ورح تحاولوا تحمروه ومن كل الجهة لتحب تخلي المطلوع التحبيض على الاطراف كذلك لكم الاختيار أنا نحبه يكون محمر ومن كل الجهات هايليك هنا رح تشوفو كيفاش رح تحمرلي الخبزة كامل هنا نصيحة كذلك هالي نقولها لكم يعني طيبو الخبزات في الزوج ولما تكملوهم بالكامل رح تبدو تحمرو فيهم من الاطراف لان الخبزة لما تنحوها مطاجين تاع الحديد يعني تكون ساخنة جدا ولو كانت تبدو تحوشوا فيها هكذا من الاطراف وهي ساخنة رح تجيكم العملية الصعبة كثيرا هادي هي النتيجة لتحصلت عليها بعد ما حمرت هاد الخبز من كل الاطراف رح تخله يبرد حوالي ربع ساعة الى نصف ساعة وبعدها رح تقطعوه وتلقاهوه بهذا الشكل ان شاء الله يكون يعجبكم هاد المطلوع ان شاء الله هتجربوه في منازلكم وتنجحو فيه ومن المرة الاولى فقط يعني حاولوا تاخدو كل النصائح اللي قلتوهم لكم حاولوا يعني لما تخبزو هاد المطلوع متخبزوه شرقيق بزاف خلوه شوية متوسط الحجم لما تكونوا تخمرو فيه يعني يبدأ يطلع خير شوية يعني يتخمر لكم حوالي تلف ارباء اختمار فقط رح تبدووا تطيبو فيه والربع الباقي بتاع الاختمار رح يكملو لكم داخل الطاجين يعني ما تخلوش الخبز بتاعكم يتخمر كثيرا ولما تديروه في الطاجين يعني رح يرتفع ويعاود يتفشي لكم تقريبا هذي كل النصائح باش تنجحوا في حد الخبز هذه نهاية الوصفة وفي الاخير مع لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته